حسابك 100 دولار كيف تحب تدفع على الفيزا حسابك 1000 دولار كيف تحب تدفع على الفيزا حسابك 10 ألاف دولار كيف تحب تدفع على الفيزا طيب إذا أنت مديون ليش بتصرف الفلوس على أشياء مالها داعي مين حكالك أني مديون؟ واضح ما كل مصريفك على بطاقة الاقتمان هذه البطاقة عملت الفلوس أكثر من ما بتتخيل كيف باستخدام البطاقة بجمع نقاط وبشتي تذاكر طيران وبتدخلني على صلاة رجال الأعمال في المطارات أيضا تعطيني تأمين خلال السفار وفي مشتريات لازم لها بطاقة اقتمان وسمعت أن استخدام بطاقة الاقتمان بيبني لك تاريخ مصداقية وثقة إذا حاب تقدم على قرض صحيح فبطاقة الاقتمان هي سلاح ذو حدين فلازم تعرف كيف تستخدمها ولا راح تضرك